بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من قناة ميديو فيزيكس اليوم إن شاء الله رح نشرح المفاهيم الأساسية في علم الإشعاء أول شيء رح نبلش في طبيعة المادة من حولنا طبيعة الأشياء اللي حولنا إما بتكون على شكل مادة أو إنيرجي بحيث أنه المادة هي أي شيء تحتل حيز ولها كتلة والمكون الأساسي لإلها الأتمز الذرات ممكن إطلاق مفهوم الويت أو الوزن بشكل معادل ومساوي للماس بس في اختلاف بسيط بناتهم إنه الماس هو عبارة عن إنيرجي إكويفلنت بينما الويت هو عبارة عن مقدار جذب الكرة الأرضية للأجسام على كل الحالتين الماس بتقواص بوحدة الكيلوغرام بالنسبة للإنيرجي يمكن تحويل الأشكال الإنيرجي من شكل آخر فهناك عدة تنواع من الأشكال الإنيرجي مثل البوتينشيال إنيرجي وهي عبارة عن قدر الطاقة المحمولة على جسم الجسم في حالة الثبات الكينياتيك إنيرجي وهي الطاقة المحمولة على الجسم في حالة الحركة الكيميكا الإنيرجي وهي عبارة عن طاقة المفقودة في التفاعلات الكيميائية الإلكتريكا الإنيرجي وهي عبارة عن طاقة المحمولة على الإلكترونات خلال سيرها في البوتينشيال ديفرنس أو فرق الجهد والثيرمال انيرجي وهي عبارة عن الطاقة المفقودة على شكل حرارة النيوكلر انيرجي وهي عبارة عن طاقة المفقودة في التفاعلات النووية وآخر شيء وهم شيء وهو عبارة عن الاكتروميغناطيك انيرجي أو الطاقة الكهرو مغناطسية والتي استثمنا شرحها بالتفصيل خلال هذا الفيديو الاسئة يونتلا الانيرجي عبارة عن الجول في وحدة خاصة في الراديولوجي اسمها الاكترون بولت ورح نستخدمها بشكل أساسي في علم الإشعاع بالنسبة للإلكتروميغناطيك انيرجي حسب ما احنا شايفين في الصورة كلما قلت الويف لينكث أو طول الموجي كلما زادت الطاقة للويف للموجي نفسها فالإلكتروميغناطيك انيرجي أو الإلكتروميغناطيك ويف الطايف الكهرو مغناطيسي بتكون من عدة أمواج مثل المواج الراديو، المايكرو ويف، الإنفرا ريد، الفيزابل لايت، الالترا فيوليت، الإكس ري والقاماري تختلف بين بعض في طول الموجي وفي الطاقة المحمولة على كل ويف قسم العلماء الإلكتروميغناطيك الرادياشن إلى قسمين non-ionizing gradation وهو الإشعاع الغير مؤين والionizing gradation وهو الإشعاع المؤين شو معنى الإشعاع المؤين؟ هو قدرة الأشعاع على عمل ionization شو مفهوم كمان مرة الionization process؟ إنه فوتون أو ويف حامل طاقة ionizing gradation قادرة على إخراج الإلكترون من المدارات الذرة فبيصير عندنا ejection electron أو negative ion اللي هو الفري إلكترون نفسه وبصير عندنا positive ion أو remaining atom compare مع بعض هي عبارة عن ionizing process يعني مقدرة الأشعة على عمل ionizing ion pairs طبعا العالم أينشتاين وجد معادلة تعمل على جميع ما بين المتر وما بين الإنيرجي وكتبناها زي ما هي موجودة عندنا E تساوي M في C² حيث أنه E عبارة عن الإنيرجي M عبارة عن الماس وC عبارة عن سرعة الضوء في الفراغ وتساوي 2.940 قوة 80 متر في السكن نجل موضوع جديد وهو عبارة عن source of ionizing gradation مصادر الأشعة في عندنا مصدرين أساسيين للأشعة مصدر طبيعي natural environment radiation مصدر صناعي man-made radiation man-made radiation هو بتنقس انقسامه إلى جزئين medical والتطبيقات اللي في diagnostic radiology تقريبا بتعطي دوز 3.2 ميلي سيفرت في السنة طبعا وحدة الميلي سيفرت عبارة عن وحدة effective dose للجسم بالإضافة للconsumer وهو عبارة عن الأشعة الموجودة في كاشفات التدخين والموجودة في المطارات تعطي تقريبا 1.10 ميلي سيفرت في السنة بما يتعلق بالnatural environment radiation تم قسموها العلماء إلى أربع أصناف أو أربع مصادر الكوزميك ري وهي الأشعة القادمة من الشمس تقريبا 13 ميلي سيفرت في السنة التيريشيلي وهي الأشعة القادمة من الأرض من عناصر اليورانيوم والثوريوم والعناصر المختلفة تقريبا تعطينا 3.10 ميلي سيفرت والإنتيرنال رادييشن وهو الأشعة الخارجي من أجسامنا وخصوصا من إذرة البوتاسيوم 40 تقريبا تعطينا 4.10 ميلي سيفرت في السنة والرادون آخر شيء من الـ natural environment وهو عبارة عن غاز بيعمل تفاعل ألفا دكي لذلك أول ما يدخل لجسم الإنسان بيعمل إلنا excessive radiation dose للـ lung لأنه مش رح يخرج منها تقريبا بعض بيشارك في 2 ميلي سيفرت في السنة هاي صورة بتوضح عندنا كل توزيع التوزيعات اللي احنا ذكرناها سابقا لو كنت أول مرة بتابعنا اشترك على القناة في اليوتيوب فعل زر الجرس ليصلك كل جديد وبالتوفيق للجميع